في سؤال مهم جدا من مخل إبراهيم جاء عنه عشرات الرسائل وهو دورك في أحداث الريف التي وقعت بين عام 58 و 59 وكثير من المشاهدين طلبوا مني أيضا أن أبحث عن من يتحدث عن ما وقع لأهل الريف على يد الحاثن الثاني حينما كان وليا للعهد في تلك الفترة أنت كنت طيارا وكثيرون قالوا يسألون هل شاركت أنت بشكل مباشر الأمر الآخر هل عملية القصف كان يقوم بها الفرنسيون أم الطيرون المغاربة في هذه الفترة 58 و 59 فعلا شاركنا بالطيارات المغربية هنا أول فيلق الذي أسيسه في المغرب كانت له طائرات من نوع موران مسلحة بمدفعين دوست وكان يستعمل الروكات إلى آخر وهكذا استعملت هالطائرات في الريف في هذه الفترة لم أشارك بها الطائرات لقصف ولكن الأصدقاء الطيارين اللي كانوا معي شاركوا والفرنسيين لم يشاركوا الطيارون لم يشاركوا يعني لم يشاركوا بشكل مباشر في قصف أهل الريف ربما التكنيين كانوا كانوا يقصفون أهل الريف كانوا طيارين مغاربة مغاربة والفرنسيين كانوا التكنيين يساعدون لتسليح هذه الطائرة ولكن لم يشاركوا الطيارون أما أنا فعينت من طرف الرائد أومو الفرنسي الذي أسس الفيرق الأول للقوات الجوية الملكية عيني كطيار خاص للجنرال بالعربي الذي كان في هذه الفترة كان هو عامل الحسيمة وكنت أعيش معه في منزله وكانت الطائرة عينتك طيار خاص لعامل الحسيمة وأنت ذكرت رحلة قمت بها معه وكانت خطيرة للغاية خطيرة والله خطيرة